تدخل السياسي بإدارة الملفات الاقتصادية يعتبر أحد أسباب هبوط الليرة التركية وهذا يلي عم بيصير اليوم بتركيا فلسوء الحظ إجت تغريدات الرئيسة لأمريكي دونالد ترامب لتزيد متاعب الليرة التركية وتعمق انهيارها نهار الجمعة لقال فيها أنه وفق على مضاعفة الرسم الجمركية على الصلب والأليومنيوم ورح تصير رسوم الأليومنيوم على تركيا 20% ورسوم الصلب 50% وبعد هذه التصريحات اتفاعلت الليرة التركية وارتفعت خسائرها 20% من إيمتها أمام الدولار وتبعت الخسائر بعد تصريحات لرئيس تركي رجب طيب أردوغان لطالب فيها من مواطني دعم العملة الوطنية ببيع الدولار وشراء الليرة فعم بتعاني اليوم المؤسسات المحلية التركية من وضع متأزم فعندها أكتر من 40 مليار دولار من السندات والقروض المبدلة بالدولار ويلي بتتسدد بعام 2020 بالتوازي مع ذلك تؤدر ديون البنوك الأجنبية لتركيا بنحو 224 مليار دولار وفقا لبيانات البنك الدولي للتسويت فرض الولايات المتحدة العقوبات يلي بتطال أنقرة بيرجع لسبب احتجاز القصة لأمريكي بيتهم تتعلق بالإرهاب ويلي بتقول واشنطن أنه بريء منها بالسابق دفعت بنوك استثمار عالمية غرامات بتبلغ 206 مليار دولار تقريبا للمنظمين الأمريكيين لممارسة أعمال التجارية بالدولار مع دول مثل إيران ومن الغير المحتمل أنه تخاطر المؤسسات والبنوك العالمية بتكرار ذلك مع تركيا هيدا يلي من الممكن أنه يضعف التمويل من البنوك والمؤسسات العالمية لتركيا وبحال قبلت بعض المؤسسات وبنوك العالمية خوض هيدا المغامرة فأنه تكلفة التمويل رح بتكون مرتفعة جدا بلشت قصة هبوط الليرة التركية بس كان الدولار بساوي 1.16 ليرة بال2007 وهو من أعلى المستويات للعملة التركية أمام الدولار وانخفضت العملة لتنين ليرة لكل دولار للمرة الأولى بال2013 من بعدها وصل التراجعة لتكسر الحاجز ب3 ليرات لكل دولار بال2017 قبل ما تعود وتهبط لمستوى 4.7 ليرات مقابل الدولار ومن بعدها تهوى اليوم ل7.24 ليرة للدولار الواحد فاليوم تتجه كل عيون للبنك المركزي التركي لمعرفة إذا كان بإمكانه العصور على بصيص النور ورفع أسعار الفائدة هيدا يلي ربما بيقدر يوقف من سلسلة الهزائم للليرة التركية لا تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك اشتركوا في القناة